عايز ابدأ معاكم الحلقه الحقيقه النهارده بالموضوع اللي يمكن عامل ضجه كبيره جدًا جدًا على السوشيال ميديا يعني المفروض وإحنا دخلين على شهر ما اكلمكم الاول على الاسعار والاسعار فيها ايه لكن الحقيقه البوست اللي نزل النهارده للأستاذ احمد التنطاوي دكتور احمد التنطاوي الحقيقه يمكن قلب الدنيا هو كتب النهارده وبيقول رمضان كريم كل سنه وحضراتكم وكل احبابكم بخير وحشتوني ووحشني وطني الذي لم يغادر عقلي وروحي ووجداني لحظة واحدة وأعود اليه بإذن الله يوم السبت ستة مايو على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت والتي تصل مطار القاهرة الساعة 12 ونصف ظهرا لأقوم بواجبي في تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج اليه مصر ويقدر عليه شعبها العظيم وختم منشوره بالآية القرآنية ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وقد جعل لله لكل شيء قدر هو كتب البوست ده من هنا والحقيقة الدنيا قامت وبوستات التخوين والتجريح والإهانات اشتغلت الأستاذ احمد تنطاوي والدكتور احمد تنطاوي الحقيقة من الشخصيات المحترمة من الناس اللي وقف في مجلس النواب وكلكم فاكرين كواس جدا جدا وقت قزم التيران وصنفير وقت أزماته يعني الكتير جدا 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 مع علي عبدالعال أزماته مع مرتضى منصور كل ما تحصل مشكلة يطلقوا عليه مرتضى منصور بيسيبوا كده عليه مرتضى منصور عشان ينهش فيه واحد من اللي وقف في قلب البرلمان وقال يعني لأ تيران وصنفير مصريه واحد وصل به وقت من الاوقات ان تقفل عليه الصوت مش معنى ان حضرتك عايز تقول على نفسك انك وطني وانك شريف وانك بتحب بلدك يبقى خلاص لازم الباقي يبقى اخونا لو احنا في بلد حقيقه ولو احنا في بلد الديمقراطية ولو احنا في بلد بتحترم الآخر احمد تنطاوي وغيره ما كانوش بره بلدهم كان انا زماني جوا بلدي في وسط اهلي وناسي مش بره بلدي كان كل زملاء اللي موجوديني النهارده في قناه الشرق وفي القنوات الاخرى بدل ما خرجوا بره الوطن عشان يقولوا كلمة حق كان زمانهم في قلب بلدهم ده اللي بيحصل في الدول العادية الطبيعية مش في الدول الدكتاتورية النهارده الناس بتلوم عودت احمد تنطاوي ولا بتلومه انه قال ان انا ممكن اكون مرشح بديل ولا بتلومه على ايه بالزبط مستغربه جدا ان الناس النهارده بتشكك في كل الكلام وفي كل المواقف اللي الراجل ده قالها الراجل ده كان صادق من اول يوم وطلع قالك انا بقره انا بقره السيسي قالها بوضوح في الوقت اللي كان في ناس كتيره شايله في قلبها قره قد ده ميت مره وما فتحوش بقوهم يبقى مش معنى كده اننا نخونه نتمنى الخير نتمنى ان يكون في انتخابات حقيقية نتمنى ان يكون في مرشحين حقيقيين فكرة بقى الكلام دلوقتي في الوقت الحالي عن فكرة الانتخابات ويطره هتبقى حقيقية ولا يطره هتبقى غير حقيقية النظام هيسمح بيها مش هيسمح بيها يمكن يكون ده كلام بدر شوي لان كل يوم في مصر فيه متغيرات كل يوم في مصر عندنا فيه متغيرات بتحصل فمحدش عارف مش هقولك الشهر الجاي محدش عارف بقره فيه ايه وزي ما قلنا وزي ما اتكلمنا في القصه دي قبل كده الوضع بيتضهور في مصر والتضهور ده اكيد اكيد مش مرضي لكتير كتير حتى من القريبين مش مرضي الناس والمؤسسه العسكرية مش مرضي ابدا ابدا للشركاء الاستراتيجيين اللي جابوه وحطوه وشفنا اول لما بدأوا يرفعوا ايدهم عنه انا كل اللي اقدر اقوله النهاردة لأحمد تنطاوي ان شاء الله ترجع بالسلام ان شاء الله ترجع بالسلامه لبلدك وحتى يعني انا شايفها حرقه في منتاز زكاء انه هتطلق تاريخ وصوله عشان بس يعني ايه اذا فيه اي حرقه من الحرقات اللي نويين يعملوها او من اللي ممكن انها تتعامل يعني كن خلاص خلصوها بقى لان مش معقوله بعد ما يوصل يقولوله اصلي فيه اجراءات اصلي عندنا تشابه في الاسماء مثلا يعني اكيد مش هتبقى مناسبه ابدا مش هتبقى مناسبه خالص الحقيقه احمد تنطاوي ان شاء الله يرجع بالسلامه وعقبال كل الغائبين وعقبال كل المهاجرين وعقبال كل المطاردين وعقبال كل اللي خرجوا من بلادهم بسبب ان هم مش قادرين ان هم يقولوا كلمة حقه في وجه ظالم ممنوعين ان شاء الله هيجي اليوم اللي كل دول هيرجعوا بلدهم والناس اللي طلعا بتخون مقدما يا جماعة اهدوا اهدوا وانتظروا اهدوا مش لازم حتى الناس اللي معانا في نفس المعسكر اللي كرها اللي بيحصل في الاوضاع الداخلية في مصر كمان نستعاديهم مش لازم مش لازم كل ما حد يقولك انا بقرب خطوه البلدي يبقى خاين وعميل انت لازم انت مكانك بره طول ما انت بره انت حبيبنا تفكر انك تدخل جوه يبقى انت عدونا اللي جوه دول اهلنا واخوتنا وناسنا ولو في عدل ولو في ديمقراطية في البلد كانت كل المعارضة اللي في الداخل واللي في الخارج بتعمل سويا عشان انقاذ بلدها انقاذها بقى من نظام حالي من نظام سابق من نظام جاي زي اما يكون المعارضة مش المفروض ان هي تبقى مختلفة فيما بينها لان ان المفروض ان الكل هدف واحد وهو ان البلد وضعها يستقر ترجمة نانسي قنقر